الدراسات التي اتعاملت مع مكاتب الشريعة العالمية لشان برضو يبقى فيها مصداقية قالوا ان اقليم القاهرة الكبرى لو ما عملناش مشروعات سريعة وطلعوا مجموعة من المشروعات سموها المشروعات ذات الاولوية قالوا لو ما بدأتوش بيها اقليم القاهرة الكبرى هيتحول لجراج كبير ده دراسات موجودة يستطيع المتخصص او اللي بيحب ان هو يقرأ ان هو يجدها ويتطلع عليها وهلاقي ان احنا كان عندنا مشكلة في اختنقات مرورية لما تتحدث وانت من سكان اكتوبر محور 26 يوليو ما كانش برضو في سيولة مرورية كان النهاردة بعد ما تم من توسع وانا تحدثت عن بعض المحاور طبعا منها محور 26 يوليو اصبح فين سيابية مرورية شديدة علشان نقدر نحل هذه المشكلة احنا اتأخرنا في ان احنا نبدأ في هذه المشروعات لان المشروعات ذات الاولوية دي كانت بتشمل حلول سريع لاقليم القاهرة القبرى اللي هو يشمل القاهرة والجيزة والاليوبية لكن احنا بدأنا ان احنا نشتغل على هذا الامر بدعم من الدولة والقيدة السياسية ايمانا من الدولة بان هذا القطاع بيمس حياة المواطن اليومية وفي نفس الوقت هيدعم ان انا اقل التلوث اقل الازمينة رحلات حق سيولة مرورية ده جزء لكن الجزء الاهم والأجدى ان انا بدعم مشروعات تنمية وخلينا اقولك ان احنا قبل 2014 كنا عايشين لما تبص على خريط مصر على 6% من المساحة حوالين ودي نيل شريط صغير كده والباقي غير مستغل لانه ما فيش مرافق ولا خدمات عشان انتشر افقية مع الزيادة السكانية اللي بتبلغ 2.5 مليون مولود في السنة كان لازم اننا يبقى عندي شبكة بنية اساسية تساعد في اننا اعمر وانتشر افقيا وحقق جودة في الحياة وخدمات افضل للمواطن وفرص عمل وغيره فهذه الامور اتت من خلال اننا يبقى في عندي شبكة مواصلات منها قطاع الطرق اللي كان لتأثير ايجابي كبير وحقق ذكرت بعض الامثلة منها الدائر الاوسطي اللي بتقدر منه توصل من اكتوبر الى التجمع او العاصمة الادارية في دقائق معدودة ومع سيولة مرورية محققة وامان مروري عالي تطوير بعض المحاور اللي تمت وانا ذكرت امثلة بسيطة لما نتكلم كمان في اسكندرية نتكلم على محور التعمير ومحور ترعة المحمودية وعندنا كمان ترام الاسكندرية وقريبا مترو الاسكندرية مكان قطار ابو اير كل هذه المشروعات بتتناسب مع طبيعة المحافظة واحتياجاتها الفعلية من مشروعات النقلة علشان نقدر نحقق فيها السيولة وازمينة رحالات اقل وحضرتك لو شفنا ما بين ما كنا عليه وما اصبحنا نشوف يعني احنا كنا بنتحرك ازاي